طيب نطلع الآن إذا صار التورك زيرو، إذا T صار زيرو، معناها IA رح يصير زيرو، لأنه نتذكر أنه فيش عندي بسكس فريكشن، نو بسكس فريكشن، إذا صار عندي هيك معناها صارت المعادلة V average بتساوي V back-end F، إذا رح يصير لما ينزل التورك رح ينزل الكارنت من هون لزيرو، إذا الكارنت ببطل في فولتش دروب من هون، بتصير هاي السرعة بتزيد، بتضغل السرعة هاي تزيد لحد ما هذا الفولتش يعادل هذا الفولتش، فيه ترانزينت، رح تصير فيه ترانزينت رسبونس، الكارنت اللي رح يمر، رح يرفع لحد ما هاي السرعة تصير مساوية لهاي السرعة من هون، في هاي اللحظة صار عندي باكي أمف بتساوي V average، هلأ باكي أمف بتساوي KV dash في أوميغا اللي إحنا مش عارفينها، وعندي بعدين V average R، بدنا نفترض طبعاً إنه خلينا V average على سرعة معينة، فالهي قديش كانت ستين، نزبوط، فهادي V average على ستين ديجري، V average على ستين ديجري، قديش كان الفولتش؟ لما حسبناها على ستين، أو نحسبه مرة تانية. V average على ستين رح تكون أربعمية وأربعين في جدر التنين، في كوساين ستين على باي على اثنين، حسبناه قبل شوي شيء، مئة وتمانية وتسين، مئة وتمانية وتسعين، بوينت؟ زيرو سباً، زيرو سباً، زيرو سباً، وهذا رح يساوي KV dash، وهذه 3.16 في أوميغا، هذه على فكرة هي أوميغا نولود، لهذا سبيف تورك، يعني هاي النقطة اللي عم نطلعها، هي هاي النقطة، ديش التورك هون؟ زيرو. إذن عندي رح عوض محل KV dash 3.16، فبتزير عندي أوميغا نولود، بتساوي، مئة وتمانية وتسعين على 3.16، بتوع تقريباً ستين. 62.68 radians per second، واذي شي كانت السرعة لما حسبناها إحنا لما كان اللود 145، قداش طلعت معنا السرعة بالradians per second؟ طلعت 54 تقريباً، فرح ترتفع السرعة من 54 إلى 62 radians per second، واللي هي رح تكون فوق الميتين، فوق الميتين، قديش كانت 54 مصبوط؟ آه، كانت 54 radians per second، أو 56 إيش زي هيك radians per second، هاي تصير السرعة الجديدة، هلا هو رح ضل ماشي على هاي السرعة، عملياً IA0، هلا IA فعلياً ما رح تكون زيرو لأنه في شوية viscous friction وwindج وفريكشن وأشياء، فرح تكون أعلى شوي من هديك.